موسيقى 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 ياهلأ والله هلأ بي الشباب ما تتذكر هادا الصوت صوت مين؟ خلاص، حتعرفوا أنا مين فكوهم جماعة لايقوا اشتركوا في القناة والحركات فيه لا تنسوا علي ربيع علي تقدروا توقف خلاص 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 أخباركم والله الحمد لله شو متوش أخباركم خلاص خلنا ندخل في الجد الحين راح أبيكم في الموسم الرابع ولكن الموسم الرابع هذا ما راح يكون زي المواسم اللي فاتت موسيقى موسيقى سلامه تدخل معانا التحدي السلام عليكم وعليكم السلام سبونسور يا جماعة اللاقني هل هذا حلال ولا النوع الثاني هذا يستخرجون من نخلة خرجنا من الموضوع خرجنا من الموضوع طيب يا جماعة راح أحب فيكم في الموسم الرابع من التحديات ولكن هذا الموسم راح يكون مو زي كل المواسم الموسم هذا راح يكون مختلف ما شاء الله العدد كبير جداً معانا 11 متسابق ولكن اليوم حنودع واحد بس أو تقدروا تعتبروها اليوم حتكون الحلقة الأولى هي تصفيات من 11 راح يبقى 10 متسابقين يعني حنودع واحد بس والعشرة هم اللي راح يسافروا معانا إلى العاصمة تونس لكي نكون هناك في بيت أو في بلة سنسوي فيها التحديات كلها فاليوم عندنا أول تحدي هنا في الغابة هيطلع منكم واحد من 11 طبعاً الموسم هذا عندنا كل الأبطال عزيز بطل الموسم الأول موجود بطل الموسم الثاني بهاء موجود برضو وبطل الموسم الثالث هو محمد برضو موجود والموسم الرابع اللي راح يكون أقوى الجائزة أكيد راح تكون أقوى الموسم هذا راح يكون على 100 ألف ريال وغير كذا عندنا متسابقين جداد نعرف بهم عندنا إبراهيم راح يكون متسابق جديد وعندنا برضو معاذ وفارس وعندنا برضو أسامة وعندنا غيف هذولي المتسابقين الجداد وطبعاً عودي المتسابق موجود من زمان يعرفوه كل موسم هو الفايز الحقيقي امتى عودي حتفوز بالموسم هنقول للرابعة ثابتة ما تيجي وعندنا حسام الوصيف في الموسم اللي فات الرابعة الرابعة وعندنا شاكر اللي يشارك في أول موسم ورح يكون منافس قوي انت بوه ان شاء الله أتوقع كذا غطيناكم كلكم صح؟ أرأس يا جماعة خلينا نبدأ على طول في الموضوع أفهمكم التحدي وندخل هذه ستكون أول حلقة راح تكون تصفيات التصفيات هي راح تكون عشر بطاقات عبور بطاقات زي كذا بالضبط اللي راح يلاقي البطاقة هذي أو البطاقات هذي الحمرة أي واحد يلاقي بطاقة يعني هو راح يكون متأهل معانا فنحن حطين عشرة وانتم محدعش في بس عشرة موجودين داخل هناك في الحدود اللي هناك في موجودين عشرة طبعا الوقت عندكم للصبح المهم تلاقوا العشر بطاقات طيب كيف تلاقوا العشر بطاقات؟ عندكم طريقتين طريقة الأولى اللي هي تقعدوا تدوروا بدون أي شيء تدوروا بحالكم انتم محرار انتم حظكم أو في طريقة ثانية في مؤشرات المؤشرات راح تلاقوها في أوراق راح تساعدكم أو راح تعطيكم تلميح في ممكن تلاقوا بطاقة العبور طبعا في حدود حدود من الأحمر والأبيض هي الحدود أو الزون اللي لازم ما تفوتوها حلو يا شباب تمام؟ جاهزين؟ جاهزين؟ طيب يا جماعة يلا على بركة الله حنبدأ يلا جماعة جاهزين؟ زي ما قلنا يا شوان نبغى موسم يكون ناجح يا جماعة لايكات وشتركوا هذا الموسم راح تكون أقوى موسم الموسم هذا راح تكون معانا وساما ورح يكون معانا كالعاد أحمد وأنا راح أكون موجود جماعة تشتركوا في القناة فعلوا زر التنبيهات تدخل للحدود تدخل الحديد يا شاتن أحمد فحاول زون شوي يا حخ Ö ادك يا حلم التسرنا حسام صام المشاهة الاول أحمد من لتاهل أنا الأول وحب المركز الأول آية بطاقة 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 باقي كم متاهل لتاهل يطلع في مؤشراتي جماعة بطاقة كم باقي كم باقي بطاقة كم باقي بطاقة كيف كيف جاما جاما متوقع بطاقة علي مدري تصرف 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 كم غا تتردعها لتصرف الساعة ما تقرب الساعة ما تقرب اي حاجة اتطرف في البيت اي حاجة طبعا هو لقى البطاقة اسموها عارب كيف يجي باقي اربع بطاقات باقي اربع متاهلين فقط اربع متاهلين يلا يلا يا شباب عندنا ابراهيم اربع عارب وسامة اوكي جماعة باقي اربع بطاق فارس لقى بطاقة اوه فارس يتاهل اوه فارس يتاهل من باقي من باقي واحد اتنين ثلاثة اربعة عزيز يلا عزيز عزيز يلا عزيز عزيز يلا عزيز 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 الله 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 جاب عزيز ولا رغب شواط شك ارته الله ثلاثة بطاقات بطاقين كم بطاقين ثبت fuerailles 12 عزيز بطاقين يا جماعة سهل للكم إلي باقيين من الم وباقي اثنين الم باقي الثلاثة إلي باقيين انتم ماتنين مين إلي باقي ارهيم مساهل للكم حسهلك عزيل باقي ثلين وأخر بطاقة اسبر باقي آخر المنصبقين تعالوا تعالوا لا شباب طلعتوا الحدود تعالوا حسهلكم آخر بطاقة موجودة هنا آخر بطاقة موجودة فهذه المنطقة آخر بطاقة موجودة فهذه المنطقة يا جماعة اقروا المؤشرات. خيروا الأمور أوسطهم. خيروا الأمور أوسطهم. ايش اللي وسط مثلا؟ هنا فيه نص وهناك فيه نص وهناك فيه نص. بيتاكال، شباب للأسف يا جماعة نودع إبراهيم هو الوحيد اللي طلعه توطي راح. بلا صحيح جعال يا اخوان. تعالي شباب. خلق بقوة يا جماعة أنا الأول أول. ثبت طلت زوري انجرة من الصراخ طيبة جماعة أول شي نبغى تسفيقه لبراهيم العشرة متأهلين هما راح يكونوا كل من بها وعزيز غيث ومعاذ وفارس وشاكر وحسام ومحمد وسامة وعدين هذولي المتأهلين العشرة جماعة هذه المرة النظام راح يكون مختلف ما راح يكون بالنقاط هذه المرة راح يكون خروج المغلوب هذه المرة ما راح تكون عشر حلقات راح تكون خمستعشر حلقة ورح ناخذ الشباب المدينة ثانية كل يوم يا جماعة راح نعطيكم تحدي واللي راح يخسر التحدي راح يرجع ويعني ما في نقاط هذه المرة أو هذا الموسم ما في نقاط هذا الموسم خروج المغلوب الخسران برا الفايز راح ياخذ مئة ألف ريال هذا الموسم حبينا نقوي على الموسم اللي فاتت وبغاكم تروحوا الحين ترجعوا البيت ترتاحوا شوي تجاهزوا شنطكم عشان حنسافر مدينة تونس بكرة الله أمو الله أنا الأول أنا الأول الموسم الرب علي بالنسبة بنادين حب معطاك هدول أحمد سبزاز 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 لمشهة موسيقى نهاتي 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 اشتركوا في القناة 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 انتم عا تكتشفوه وهم وبرضا يكتشفوه بكرا شي جديد حينضاف للبرنامج هتشوفوه بكرا ان شاء الله او هيبدأ من بكرا يلا نشوفكم ان شاء الله الحلقة الثانية السلام عليكم